أكد جيش العراقي أن التنظيم المتطرف تنظيم الدولة الإسلامية فجر مسجد النوري التاريخي في الموصل تعد المدينة القديمة أخرى معاقل التنظيم المتطرف في الموصل ولم تتم استعادتها حتى الآن ويتمتع مسجد النوري الكبير في وسط المدينة القديمة بأهمية استراتيجية وقال الجيش العراقي أنه شن هجوما جديدا على عناصر التنظيم المتطرف في مسجد النوري وعندما تقدمت قوات مكافحة الإرهاب إلى مسافة تبعد خمسين مترا عن المسجد فجر التنظيم المتطرف مباني المسجد ومئذرته الحدباء التاريخية ويعرف مسجد النوري أيضا باسم جامع النوري الكبير ويرجع تاريخه إلى أكثر من ثمانمائة سنة ويبلغ ارتفاع مئذنته الحدباء خمسة وأربعين مترا وتحمل مدينة الموصل لقب مدينة الحدباء المأخوذ من هذه المئذنة يذكر أن زعيم التنظيم المتطرف أبو بكر البغدادي ألقى خطاب إعلان دولة الخلافة المزعومة في هذا المسجد عام 2014 واربعة عشر ترجمة نانسي قنقر